موسيقى اسمي يوسف نصور مصاب بالتسلق الويحي وتسلق الأعصاب المتعدة من أكثر من 11 سنة طوال فترة المرض تصاب بهجمات المرض تضعف الأطراف جميعها تصاب أحيانا بالغيبوبة ممكن تكون الإصابات خفيفة مختصة بطرف واحد فقط الحمد لله أنا وصلت بعد فضل الله وتوفيقها لعلاج الطبيعي وفي كل مرة أرجع لعلاج الطبيعي أحس بتهسن ما تركت المرض يعوقني عن مواصلة مشوار حياتي الحمد لله وصلت دراسة الجامعية ووصلت الآن لعملي لأربع سنوات الحمد لله موظف في قطاع حكومي وبمرتبة مميزة بفضل الله عز وجل بفضل العلاج الطبيعي الحمد لله انطلقت واستطعت أني أواصل حياتي أنا المريضة نوف فهد شخص وحالتي على أساس أنها وضمنة فاوية أي عندي مشكلة في تصريف السوائل في الجهة السفلة من رجلي اليسار كانت في البداية مشكلة صعبة بالنسبة لي يوم بدت معي كان عمري 10 سنوات كنت أشوف يعني الأشخاص اللي في عمري ويعني كنت يحزني كنت أبغل بس أحذية زيهم وزي كذا يوم صار عمري 17 سنة رح سافرت بره وقالوا لي أن شراب الضاغط والعلاج الطبيعي هو الحل الأمثل لك يعني أنا اقتنعت لكلامهم ولما رجعت السعودية قابلت أخصاية العلاج الطبيعي في مسيوش مالك فيصل تخصصي اللي أخت نوف ضويان وكانت بالنسبة لي معد ربي الأمل والحمد لله آخر يوم في العلاج الطبيعي كان نقلة بالنسبة لي وحسيت الرجلي خفت وتحسنت ووهتميت فيها أكثر وانا الحمد لله معلمة رياض أطفال وناجحة في شغلي وأم الأربعة أطفال كان عند يوسف التصلب اللويحي وكان عند نوف متلازمة الغدل المفاوية وغيرهم كثير قالوا واحد منهم سمح لي مرضا أن يمنع أن يعيش حياتي مثل ما هو حب حتى أنت عندك القدرة بداخلك تقدر تحكم في مرضك وتنصر عليك أنت صاحب أقترار كيف تعيش حياتك وأنا راح أساعدك تعيشها مثل ما تحد أنت قددها عيشها صحة أنت قددها عيشها صحة أنت قددها عيشها صحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر